اشتركوا في القناة ورئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية ورئيس مؤتمر ومعرض المنام هيلث بهذا المناسبة أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ترحيبة مملكة البحرين بإقامة مثل هذه المعارض والمؤتمرات الطبية للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية في هذا القطاع الحيوي والذي يأتي على رأس أولويات جلالة الملك المعظم والمتابعة المتواصلة من قبل سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء والذي يوجه دائما بتعزيز قوة ومتانة القطاع الصحي في المملكة وتبادل الخبرات ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية نجاح المؤتمر خلال الدورتين السابقتين في مد جسور التعاون بين المملكة والدول العربية والعالمية من خلال مشاركة كبرى للمؤسسات الطبية الدولية في مملكة البحرين والشرق الأوسط والشركات العالمية نعلن عن انطلاق الدورة الثالثة لمؤتمر المنامة هيلث المؤتمر المنامة هيلث سيكون هو الثالث وسينطلق في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر ورح يكون البرنامج علمي حافل إن شاء الله بالمواضيع اللي تخص القطاع الصحي سواء لها علاقة بالممارسة الكلينيكية وأيضا الاستثمار في العمل والقطاع الصحي